موسيقى بعد أيام قضاها عبد المجيد تبول في نيويورك صحافة بودورو صحافة البؤز صحافة التي تغرق في السخافة بمعنى الكلمة صورته كأنه إنجاز غير مسبوك رغم أنه صفر عادي لمشاركة في جمعية عامة عادية يشارك فيها كل الناس ثم يعودون إلى أوطانهم لا يبالغون يلتقون بسبب الإقامة في فنادق ودورة يلتقون مع بعض المسؤولين هذا ما داروا تبول راح هناك إلقى كلمة ككل الرؤساء وكل رؤساء الوفود ورؤساء الدول ثم بعد ذلك يلتقى ببعض المسؤولين من بدول المال في يلتقي معهم وثم غادر نيويورك غادر نيويورك واليوم تم نشر صوى فيديو حول مغادرته وهو أمامكم موسيقى كنا تحدثنا من قبل بأن تبول طلب من السفيرة الأمريكية التي التقته في 13 سبتمبر بطلب منها وإلحاح شديد في نفس اليوم وفي نفس اللحظات وتفرغلها تبول جاء ذلك بعد يوم وهو 12 سبتمبر لما ظهر ذلك الجنرال جنرال القيامة كما يطلق عليه الروسي المهم المعلومات التي وصلتنا من مصادر موثوقة قالت بأن تبول طلب من السفيرة أنه يستقبله بايدن في البيت العابير أو على الأقل يكون استقبال لقاء على هامش هذه القمة غير أن هذا لم يحدث ونحن احتملنا إلى حد ما قلنا من الممكن أنه يلتقيه بايدن يلتقيه بايدن على الهامش أو يدعوه إلى تلك اللقاء اللي اعتاد عليه الرئيس الأمريكي على هامش هذه الاجتماعات حيث يلتقي ببعض المسؤولين ودير لهم جلسة وكذا وكذا ودارها هذه المرة وحضروا وحضروا انتع البحرين حضروا انتع اليمن حضرت بعض المسؤولين حضر الرئيس التركي رجب تايب أردوغان وحضروا مسؤولين إلا تبون المعلومات التي وصلتنا من بعض المصادر تقول أنه لم يتلقى دعوة من بايدن لم يدعوه وهناك مصدر آخر قال لك بأن بايدن يدعو الحاضرين كلهم يشاركوا بالكل يعني يوجهوا لهم دعوات باسم بايدن باسم الإدارة الأمريكية واللي جاء جاء واللي مجاش هو حر يعني كان اللي يقول بأنه اطلقى دعوة ولكن تبون كان يريدها لقاء خاص أنا لا أنا لا أعتقد بأنه بايدن وجه دعوة لتبون وتبون ما ممشيش هو يحلم بصورة تبون أصلا راه عنده دبلوماسية التسقع عبر العواصم ودبلوماسية الصور ودبلوماسية العناق ودبلوماسية البوس دبلوماسية البوس هذه رودارها مع ماكرون في شرم الشيخ وبعض المسؤولين دبلوماسية التسقع عبر العواصم هنا شفناه مع العواصم اللي راحلها وأيضا دبلوماسية التسقع أنت وزير الخارجية اللي يروح منا يلتقي منا على أساس أنه فيها مشاريع وفيها كذا كذا هذا هو واقع الدبلوماسية الجزائرية ودبلوماسية الأحضان والتمهبيل هذا أن تعتبون الحب يبرز أنه مثلا يلتقي مع رئيس دولة يحاول يضحك وكذا كذا بشيصوق للجزائريين أن العلاقة انتعوا جيدة معهم وأعتقد هذه أنها تسيء أكثر للدولة وتسيء إلى منصب الرئيس على عكس ما يحدث معلوماتنا تقول بأنه لم يستقبل من طرف أي مسؤول أمريكي سواء في الخارجية أو شيء من هذا القبيل كنا قلنا ربما يحدث استنطاقه واستدعاءه أو الجلوس معه على هامش هذه القمة وصلتنا معلومات تقول لم يلتقي به لا مسؤولي الأمريكي لا أخضعوه لبعض الأسئلات تجاهلوه تماما وهذا ما وصلنا من مصادر لم يلتقيه لابلينكين لم يلتقيها الرئيس الأمريكي بايدن ولا اهتم به ولا اعطاه قصة أصلا موجود مما يوحي على أن الإدارة الأمريكية تدرك يقينا أن هذا الشخص ليس الحاكم في الجزائر ولذلك تصل من قبل مدير المخابرات الأمريكية تصل بشنجريحة السفيرة الأمريكية قبل ذهبت إلى شنجريحة عندما يكون أمر يتعلق بمبفات شديدة الحساسية يتجه مباشرة إلى صناع القرار من العسكر لذلك أن بايدن لم يلتقيه ولا صافحه ولا أي شيء ولا أعتقد أنه يكون لقاء على الهامش لا يتناوله الإعلام وأيضا لاحظنا حضوره تم تجاهل إعلاميا ووردوا بعض الأخبار هكذا في بعض القنوات ولكن تجاهل في حين اهتمت وسائل الإعلام العالمية بكلمات بعض رؤساء الدول ورؤساء الوفود واعتطلها حيز واسع عبر كل مختلف الوكالات وبمختلف اللغات وهو لاحظنا في الوقت الذي تبون على ركح الأمم المتحدة يريد أن يصور بأنه صار زعيم عالمي يريد إصلاح مجلس الأمن إصلاح الأمم المتحدة يحسب فيها وحدة جمعية فيها البوليزاري والعسكر تعد زاير هذا وش يحسب فيها يعني ما أحد اهتم بالأمر في حين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في المملكة العربية السعودية دار حوار مع فوكس نيوز أصبح حديث العالم يعني يشوف الفرق عندما تكون في نظر العالم زعيم يكون لديك تأثير في المجتمع الدولي يكون لديك قيمة عند الوسائل الإعلام العالمية تهتم ترسلك وفد ترسلك صحفي مخضرم يحاول يجري معك حوار يحاول يأخذ سبق من عندك في بعض الملفات في حين تبون عندهم هناك ولا صحيفة أمريكية طلبت إجراء حوار معاه ولا لقاء معاه وكذا 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 ربما هم حاولوا حتى يشروا كانش ما يشروا حتى صحيفة ولا أحد يتبين لأنه ما يجيبش يعني لما تروح صحيفة أمريكية تنشر حوار مع تبون برأيكم الأمريكان رح يهتموا ولا صناع القرار رح يهتموا ولا يعني لهم شيء في حين لما تنشر صحيفة أو ينشر برنامج تلفزيوني في قناة كبرى حوار مثل مع محمد بن سلمان ولا أردوغان ولا أمير قطر فالعالم كله يهتم بكل كلمة تخرج من فمه وهذا الذي رأيته من خلال الحوار الأخير لفوكس نيوز مع الأمير محمد بن سلمان حيث أظهر حقيقة حنكة في إدارة الحوارات وضع كل كلمة في مكانها خلى أن المحللين والاستراتيجيين والسياسيين يقرؤون السطور وما بين السطور وما خلف السطور وما داخل القصور وما خلف القبور وما إلى ذلك من هذه الأمور كلها لذلك عبد المسجد تبون راه رحل نيويورك على أمل أن يلقى بعض الاهتمام من طرف الإدارة الأمريكية لكن هتجاهلتان من البيت الأبيض من المسؤولين من المسؤولين في نيويورك ولا أي شيء حتى اللقاءات التي حدثت لم يلتقي مع زعماء مؤثرين يعني لم يطلبوه يعني اللقاء اللي حدث حدث مثلاً لقاءه مع أردوغان يبقى أردوغان رئيس دولة محورية دولة عضو في حلف الناتو دولة عضو في مجموعة العشرين دولة لديها اقتصاد قوي دولة لديها تأثير كبير لكن هذا اللقاء جاء من طلب تبون لأنه لو لم يلتقي مع أردوغان لكي اكتفى لقاءه مع بعض الدول الإفريقية ومع جورجيا ميلوني ولم يلتقي مع جورجيا يولي جورج ولما يلتقي إذا كانت ميلوني يصبح هو ميلانو هذا هي مشكلة تبون في ظل هذا البؤس الدبلوماسي الذي تعيشه البلاي إذن عبد المجيد تبون راح الأمريكا من أجل أن يصنع شيء دبلوماسي عاد بخفي الزهرة كما يقال ماشي يا خفي حني ولا لأ عادة هذا سفر اليدين لم يحقق شيئا التقى مع محمود عباس هل اللقاء مع محمود عباس يعتبر إنجاز محمود عباس قاعد في الظفة يحلم أنه أي دولة تعيط له لو تعيط له واحد الدولة في مشعل الخريطة كما يقول عادة الإمام راح يروح يجري ما الذي صنعه تبون في هذه الخرجة ولا شيء خطاب بلغة الخشب فيه مهازل قد تكون دير خطاب جيد طعم الخطأ فقط واحد رايح يعصف لك بهذا الإنجاز وشفناه وشقال على قضية المياه كارثة كارثة يعني مليار وربعمية مليون ولا ثلاثمية مليون متر مكعب يوميا راح تفرغ البحر أبيض المتوسط والمحيط المغاربة مساكن راح يقعدوا معندها مش محيط الحوت راح يخرج تم ويسكن مع المغاربة والمحيط الأطلسي والأطلنطي ومش نعارفه وكل البحيرات اللي موجودة في العالم والبحر الأبيض والأسود والبحر الأحمر كل البحار بكل الألوان تبون رايح يدخل وينشفها حتى اليوم صبحة يتندروا عليه في شبكات تواصل الاجتماعي حتى شفت صورة مخرجين سمكة القرش وتقول الله لا تربحك يا تبون واحد يعني من الله عليكم إذا كان أنا أقول لكم الرئيس ما هو الشرط يكون يعرف كل شيء الرئيس قوته في المستشارين تعه المستشارين الاقتصاديين المستشارين إعلاميين المستشارين دبلوماسيين المستشارين الأمنيين المستشارين العسكريين المستشارين في الاجتماعيين المستشارين القانونيين في كل المجالات يكون عنده مستشارين مدارس يكون رجال دولة سابقين وأيضا علماء في مجال تخصصهم بالله عليكم في الإعلام الدير واحد مثل بالقايم كان مهرج في وسائل الإعلام الدير هو مستشار إعلامي الدير بوكروح كان يشرف على صفحة اقتصادية عبد الوهاب بوكروح وسبق وأجر معي لقاء في جريدة الشروق الدير هو مستشار اقتصادي وهو كان مجرد مشرف على صفحة اقتصادية في جريدة الشروق يعني لم يكن يوماً رجل دولة وما إلى ذلك من هذه الأمور وأنا أحترم الأشخاص كأشخاص ولكن أتكلم على المناصب التي يصلون إليها لذلك بؤس النظام بؤس النظام راهوا في المستشارين لكلهم مفروضين من طرف دوائر عسكرية لأن المهم ليس الكفاءة وليس الكفاءات بل المهم أن تكون موالي والمهم هي الولاءات هذا هو منطق النظام البائس الذي يعيش فيه إذن عبد المجيد تبون بعد أيام قضاها في نيويورك لا التقاها بايدن لا التقاها بلينكين لاعطوه قيمة كأنه لا حدث والنظام عروا عبر وسائل الإعلام يريد أن يصور هذه الخرجة غير مسبوق ما معنى أن رئيس دولة يطلب من السفيرة أنها تنقل إلى إدارتها وإلى مسؤوليها رغبة الرئيس في رؤية الرئيس ولو على هامش القمة الجمعية العامة ولم يحدث هذا وش معنى؟ معناها رحم حاقرينو لا يعني لهم شيء هذا هو ولا يعني شيء في الوقت اللي تبون يتسول ويتوسل باش يشوف بايدن بايدن هو اللي يتصل بالملك محمد السادس شوف الفرق ما بين دولة هي حليف استراتيجي لأمريكا ما تجي تقول يولا الحمد لله الجزائر وتلعب على الوطر هذه الشعبوية آه الجزائر والله ما على بالها بالمريكان يعني الدولة الدولة اللي تشوفي روحها قوة عظمة وقوة ضاربة ما يعطوه لكش حتى قيمة في هذه المناسبات وشفتوه كيفاش التقى والكراسي أمامه فارغة انت جاي تقول لي رانا دولة مؤثرة تخيلوا لو الملك محمد السادس مشاه أنا لا أستبعد أن يستقبل في البيت الأبيض إذا لم يلتقيه بايدن ويلتقوه كبار زعماء الدول الأوروبية والغربية في هذه المناسبة لأنه رجل وعنده ثقل ودولته عندها مؤسسات ودولته ونظامه مستقر مش مثل النظام الجزائي عارفين أوباما استقبل سلاله وزوجته بعد مدرهم في الحبس يعني عارف بأنه هذا ممكن لا مستقبل لي الآن الإدارة الأمريكية في شمل إفريقيا رهي تلعب في سياساتها وديبلوماسيتها مع المغرب ومع بعض الدول في الخليج رهي تلعب مع محمد بن سلمان والمملكة العربية السعودية والإمارات وغيرها الجزائر وش محلها من الإعراب الجزائر لا عندها ملفات حكمتها بيدها حتى تضطر أن القوى الكبرى تحورها ما عندها حتى شيء عندها غير البوليزاريو في مراحل معينة كانت تستعمل فيها للضغط على المنظومة الدولية والمجتمع الدولي حتى أصبحت هذه القضية فارغة بلا معنى وحتى الجزائر حبت ترجع لها معنى من خلال تحريض البوليزاريو على الحرب والله ما اسمع بها واحد سلحوا لك المغرب وتعاونوا مع المغرب والمغرب دار عملية تسليح قوية خلاص خلي روح تعامل مع المغرب عسكرين وخلي المغرب يصفي حساباته مع البوليزاريو وكل اللي يستهدفوا انتهى الأمر لذلك عبد المجيد تبون راح وارجع كان مجرد بهلوان ومهرج مارس تهريج على منصة الأمم المتحدة مارس تهريج في لقاءاته لقاءاته هذه اللي جاء يرى ورايح ثمه باش يحل مشكلة فلسطين وحل مشكلة الصحراء واش دا؟ هاو التقى معاه خليني نأظهر لكم واحد الأمر أمامكم صفحة الرئاسة قال لك رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يلتقي بمقر الأمم المتحدة رئيس غينيا بيساو والسيد غينيا بيساو السيد عمر سيسوكو إنبالو ورئيس ليبيريا السيد جورجوي هذن فيزوج الدولتين غينيا بيساو وليبيريا عندهم قنصليات هذه يقول لك رانا 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 نمشوج رايح نحل نحل قضية الصحراء واش تحل قضية الصحراء واش من قضية رح تحلها أنت وحتى كلامه على الصحراء ما فيه ولا طعم عارف بأنه لا معنى له خلينا سأظهر لكم واحد الحاجة فقط هاي القنسولية العامة لجمهورية غينيا بيساو جهة الداخلة وادي الذهب هاي في الداخلة خليني نظهر لكم هذا هذه الصور اللي انشرها صديقنا أخونا وليد كبير على حسابه في تويتر هاي 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 أمامكم هاي القنسولية العامة لجمهورية غينيا بيساو هاي في جهة الداخلة وادي الذهب وهذه القنسولية العامة لجمهورية ليبيريا جهة الداخلة وادي الذهب بالمملكة المغربية إذن عندهم في زوج قنصليات في كل من الداخل والعيون هذه هي الحكاية من طعطة إلى السلام عليكم إذن تبول هرج وعاد المهرج ليواصل التهريج على الجزائريين الذي لا يصدقه أحد وسيتواصل بما هو أسوأ واذكروا كلام جيد اشتركوا في القناة